نروح سريعا أيضا لملعب المباراة وزمنا فروس صلاح ولقاءات ما بعد تتويج نادل أهلي ببطولة الجمهورية موليد 2003 من جديد بجد حيا بيك يا كابتن أسامة والكابتن محمد حشيش والدكتور رحمة سابت وكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعة شاشة قناة نادل أهلي في كل مكان جوكر من جواكر للنادل أهلي تحتاجه في أي مكان بيكون موجود سواء في خط الدفاع في خط الوسط في خط الوجوم واحد من اللعيبة اللي بده حلول كتير يا جدا للكابتن محمد شرف ومحمد واقل واحد من كاباتن فرين للنادل أهلي واقل اللي ببارك لك على البطولة مليون مبروك تعب سنين كتير وعلى مدار الموسم مباراة صعبة وظروف صعبة لكن انتوا كنتوا رجالة النهاردة بيتطواجوا أبطال بطولة الجمهورية حكيب طبعا أولا بمسي على كاباتنا في الستوديو التحليل وكابتن أسامة طبعا الحمد لله تعبنا كتير كتير بقالنا 12 سنة بنتعب السنة الحمد لله باديين بقالنا 10 شهور بنتمرن شغالين كابتن شرف والجهاز الفني كله تعب معنا وكابتن خالي بيبو حب بشكر الجهاز الفني والجهاز الطب وكله تعب معنا تعبانين من فترة طويلة الحمد لله وبدأنا الدور شغالين كويس وتعبنا في طول الموسم والحمد لله ربنا ما بيضعش تعب حد وعملنا اللي علينا والحمد لله ربنا كافينا في البطولة في الآخر حتى يمكن يتأخرش شوية بس الحمد لله ربنا كرمنا وكل تأخير وفاخير حمد وائل واحد من اللعيبة الوقت ما يحتاجه لكابتن شرف في أي مكان بيكون موجود لعب فقال بالدفاع تلعب بكراهيد تلعب في خط النص في لجوم أعتقد كلها أمور مهمة جدا ومهم جدا يكون عندك اللعيب اللي بلعفه أكتر من المركز كي طبعا السقافة التكتكية دي أهم حاجة في الملعب والحمد لله كابتن شرف مديني السكة والحمد لله ده قرم من ربنا أن أنا قدر أقدي في كذا مكان وكابتن شرف مش مؤثر معايا في حتة والحمد لله بالدين السكة وأنا بقدي فيها الحمد لله محمد دوائل بقاله كم سنة جوال نادي الآلي ومين اللي كان جابك للنادي الآلي أو اكتشفك في النادي الآلي أنا بقالي 12 سنة كابتن تامر حيفني طبعا الكابتن كلها لها فضلة علي كابتن تامر حيفني هو اللي اختارني من نص الاختبارات وبشكروه جداً جداً وبشكر كل الكابات اللي أنا مريت معاها في التدريب إحنا جلنا دلوقت الكابتن تامر حيفني برحهم بيك يا كابتن تامر طبعاً محمد واهل بيقول لي ان الكابتن تامر حيفني هو اللي اختارن من الاختبارات الناد لأهلي إيه حقيقة اللي استرها الممكن kenntك يمامي هذا طبعاً للعب كبير ولحمدلله أنا بって باريك ناؤل schematic بالطبعاً هو مريكGA من اولادي وبطولة زد الدولية طبعاً دي بطولة طبعاً كانت مهمة جداً كان فيها مدرس مختلفة وبرجع لوائل طبعاً كلهم ولدي حدق عارف ان انا اخترتهم وصغرين كان معايا في البرائم وبرك لهم ووائل ان شاء الله يبقى حاجة كويسة بإذن الله ان شاء الله ايه اكتر امور اللي كانت لفتت نظرك في وحمد وقل هو في اختبارات النادي الاهلي وبتتكلم في نقطة مهمة جداً ان انا مختار العيب بلعب النهاردة هو في النادي الايلي انا اختار العيب من الاختبارات اعتقد دلوطة مهمة جداً كابتن تامر الحمد لله يمكن احنا كان لدي اهلي بنختلف عن اي مكان تاني بنشغل على حاجة مهمة جداً وهي ازاي الولد يكون زكي وبيعرف فك يعني هو صغير كان معايا في البرائم انا اخترت عشان هو زكي جداً وكان عنده رؤية من صغره فدي الحمد لله يا رب العالمين يعني رؤيتك تصح والدين والولد تكمل ان شاء الله بقى نشوف الدرجة الاقول ان شاء الله كابتن تامر مجود بوزل ايضاً لقطاع البرائم بنطمن على فرق الجمهورية وشوفنا ال7 وال8 وال6 وال5 وال3 وال1 لكن بنطمن اكتر على البرائم وكابتن اسامة حسني لامس المجود الكبير جداً اللي انتو بازلينه وممثل فيك يا كابتن تامر بنطمن النادي الايلي على المستقبل ايضاً في مدرست الكرة بالنادي الايلي تعملت موسم اكتر من رأى هذا الموسم اه الحمد لله طبعاً طبعاً انا بشكر طبعاً كابتن خالد على المجود اللي عمله وبشكر كل المنظومة اللي معاها في البرائم تعبوا السنة دي كتير قوي وعملوا اختبارات السنة دي الحمد لله والسنة جاية يعني الموسم الجديد ان شاء الله هنعمل اختبارات ويبقى فيه انتقاء تاني جديد للولاد وان شاء الله هتشوف حاجة كويسة بإذن الله في البرائم السنة دي بإذن الله هتشوف لعبة كويسة كده ان شاء الله تطلع للدرجة الاولى بإذن الله كرة كابتن تامر اتمنى لك التوفيق وإلا هتقدر بطولة ديال مين طبعا اولا اهديها للجهاز الفني وإدارة النادي الاهلي ثانيا اللي تعبوا معايا جدا جدا احب اشكرهم اما كل حاجة اعتبر في حياتي بعد ربنا ابي ام واخواتي ضحوا عشان كتير والله العظيم عيلتي كلها تعبت معايا كلهم ضحوا عشاني احب اشكرهم جدا جدا وهدهم البطولة من اول واحد لاصغر واحد فيهم بشكر ام ووالدي واخواتي كلهم والله بشكرهم جدا وهدهم البطولة احنا بنشكرهم يا واقل وحنا لمسين فرحهم لو يعني وفرحتهم معانا واكيد النمه النهاردة فرحة كبيرة مش ليك انت لوحدك لوالدك بيمثل كل اولا الامور لوالدتك اعتقد فرحة كبيرة وده تعب سنين مش تعب النهاردة حبيبي الحمد لله فاروق بنول الف مبروك لفريق 2003 الف الف مبروك بطولة غالية وبطولة مهمة وبنشكر كل الناس القائمين على الفريق الجميل دوت من اول كابتن خالب بيبو الكابتن شرف الاداريين العمال بصراع بطولة جميلة وعظيمة والفرحة حلوة والف والف مبروك وفاروق النجم الكبير اللي هو اللي خالف القامرات ولكن هو النجم العالمي بتاع النادي الاهلي هو النجم الواحد بس هو النادي الاهلي الام والاب دورهم كبير جدا ومهمة جدا بنقول للعيب يكون بر بولديه واعتقد نقطة مهمة جدا ومحمد واحد من الابناء واللعبين اللي يعني بيقدر هذا الامر الحمد لله بفضل الله والله ده نعمة كبيرة قوي عندي فهو من شاء الله بر بنا جدا جدا وبدعي ربنا انه يساعده ويرضيه لانه بجد بجد نعمة الابن والله ومتفوق ومشتغل على نفسه كتير وبيتعب كتير والله ربنا ان شاء الله يكافؤه هيرضيه وانا رضي عنه كل الرضا والله وانا يحفظه وبركلكم تشوفوا أحسن لعي في الدنيا ان شاء الله كابتن أسامة مستمرين انت عارف الفرحة مش مقتصرة فقط على اللاعبين ولا مقتصرة على الجاز الفني لان في دور كبير جدا لأولياء الامور ودور كبير جدا لكل اسرة بزلت مجودة على مدار الموسم اعتقد النهاردة هم شركاء في هذه المعادلة شركاء في النجاح الفوز مش للعيبة بس الفوز لكل فرد قدر ان هو يوصل اللاعب لذه المرحلة مليون مبروك ومستمرين معك طبعا كابتن أسامة ومن جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أسامة حسن